مبارح كان آخر يوم في الدورة الخمسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي الكتاب والحققات عدد من الأرقام الاستثنائية والقياسية من حيث عدد الزوار اللي قارب على الخمسة مليون زائر والإقبال على الإصدارات والمبيعات أيضا مبادرات والفعاليات اللي تم تنظمها خلال أيام المعرض في الحقيقة يعني القارئ أو المشاهد لهذه الدورة هيتعرف ببساطة أن هي من أفضل الدورات اللي حصلت 4 مليون 800 زائر منتكلم في عدد كبير جدا من الفرق الشعبية واللي جات من قصور الثقافة اللي كانت بتغني في الخارج منتكلم عن مثلث حكومي قدم الدعم للكتاب المصري بسعر رمزي المركز القاومي للترجمة والهية العامة للكتاب وأيضا هيئة قصور الثقافة قدمه يمكن أسعار رمزية جدا الكتب وده كان بصراحة خدمة مهمة جدا جدا للقارئ المصري خلال نتعرف على أكثر ما حققه هذا المعرض من نجاحات بشكل عام وتحديدا كيف يعني لعبت قصور الثقافة دورا في هذا الأمر رحمة مرم الأستاذ عمر البسوني رئيس هيئة قصور الثقافة لمن مناور النهارة في سنوات 7 الخارج مصري أهلا براكز عمر أهلا براكز عمر أهلا براكز عمر نعرفنا بطبيعة الحالة على أهم الملامح اللي نقدر نقول فيها نادي الدورة هي أنجح دورات معرض الكتاب اللي حصلت في البداية بس أم أحب أوجه لمعالي الدكتورة نيفيني كيلين وزير الثقافة التهناء بنجاح المعرض بصراحة هي بازل الجهد مشكور في المعرض إحنا اشتغلنا المعرض ده أبتنا فترة من قبل بتكامل من كل قطاعات وزارة الثقافة من هاي عم الكتابة من هاي عم صور الثقافة من الترجمة من الأبرا من سندوق الترمية الثقافية يعني كل القطاعات تكاملت في إنجاح المعرض وإن احنا نطلع معرض الحمد لله طلع بشكل مميز ولائق به لوزارة الثقافة إحنا نتكلم الإقبال السنة دي كان إقبال جميل جدا كبير جدا وده كان بين من حجم المبيعات وحجم الإقمال رغم برودة الجو رغم برودة الجو والعواصف اللي حصلت الحاجات اللي حصلت بس كان في إقبال إمكانك كنت متواجد بصفة دايما في المعرض لما كان في إقبال جامد جدا في المعرض خلال فترات المعرض كلها بلا استثناء يعني حد آخر يوم من بارة أنا كان عندنا إقبال جامد جدا في المعرض فالسنة دي احنا اشتغلنا على من ناحية الفرق الفنية واشتغلنا على المنتجات الثقافية والتكامل بين القطاعات بتاعت الوزارة احنا اشتغلنا عملنا في مصرحين كبار مصرح في بلازة واحد ومصرح في بلازة اتنين وعملنا الخيمة الكبيرة لخيمة الطفل خيمة الطفل قدرت أشهد مختلفة ده على المستوى الفني احنا عملنا لحلات للمعرض سواء من أهالي أهل مصر بأهل مصر أو من بديل العشوائيات بالنسبة للكتاب بقى احنا اشتغلنا ككل قطاع اشتغل على الكتاب بالصفة مستقلة مع نفسه بس احنا كان عملنا تجربة رائدة سنة دي دكتورة نيفين حضر التوقيع الكتاب كان فيه مسابقة للمترجمين الشباب أكتر من 25 شباب بترجمه كانت عملتها المنكز القومي للترجمة واحنا كهيئة عامة قصول الصخافة أمنا بنشرها وكان من أنجح الكتب بصراحة اللي احنا اللي احنا نزلناها احنا عندنا الهيانة عامة قصول الصخافة عندنا كمية عندنا مجموعة من السلاسل الكبيرة جدا ولاية خبال جبير جدا احنا مكنا اشتغلت على المعرض ده شغلنا عليه من ساعة ما توليت اعملنا شغل على النشر عملت لجنة بعادة عادة النشر ككل كانت بمجموعة متميزة بصراحة يعني هنتقدم لهم بالشكر جدا برئاسة الكاتب طريق الطاهر والاستاذ مسعود شمان واستاذ احمد مطاول واستاذ حسيني عمران واستاذ احمد درويش عدو مجلس الدولة معنا قاموا بعمل دراسات لنشر ايه الكتب اللي احنا عايزينها في طيار العنوين بصراحة عملوا شغل واضح من حجم المبيعات وشغل الحاصل طب يا فندم كمان كان فيه الحقيقة من ضمن الفعاليات هي الفعاليات الفنية او البرنامج الفني اللي كان موجود على هامش فعاليات المعرض لو حدقت تكلمنا عن هذا البرنامج ومشاركة كمان قصور الثقافة فيه احنا قدمنا على المصارح اللي اتحرك عليها قدمنا 16 عرض 16 عرض من فرق فنية مختلفة لقصور الثقافة ما بين اطفال وكبار زي كرار فكرة بتاع جيزة زي كمان الاحتياجات الخاصة الفرق التعتياجات الخاصة بتعروض الفرج قدمت عروض كان عندنا عرض دائم من فرق التوشكة فرق التوشكة كانت مقيمة معانا حلاب وشلاتين فنية شلاتين حلاب وشلاتين كانت مقيمة معانا طول فترة المعرض كان لها فقرات سبتة وكمان كان لها فيه ركن في حلاب وشلاتين كان عندنا فرقة السويس لقرار الأطفال كان عندنا رود الفرج كان عندنا شبرى الخيمة الفرق الأصور المتخصصة اللي كانت شغالة داخليا فرقة شباب فرقة الموسيقى للشباب كانت شغالة حل عملنا قدمنا 16 عرض على مدار المسر كانت معالي وزيرة كانت توجيهت ان احنا للفرقة اللي بتعرض ما بتعرضش عرض واحد تمشي عندنا مسرحين بتعرض عرض يعني عندنا فيه فاقراتين على المسرح ده فاقراتين على المسرح ده فالفرقة بتعرض عرض على المسرح واحد بعدها بتعمل بريكس صراح müsste يبريع عرض على المسرح التاني وبالتبادل ده مش احنا بس ده كان فيه كل القطاعاتش تاركت بس انا ما نكلم عليه لها المقصول الصخافة قدمنا 16 عرض صراح ومميزين فرقة تانية لللالات الشعبية فرقة مميزة في لئة الطنورة يعني كل الفرقة اللي عندنا قدمنا 16 عرض ب16 فرقة مختلفة حقيقة جدا وفعلا كانوا متميزين وعملوا يعني طعم كده للمعرض وخصوصا انهم يعني هوية مصرية مشاركة يعني مواهب المناطق والاحياء بديلة العشوائيات اكيد احنا طلعنا برضو او يعني زي ما بيقولوا كده ايه افرزنا منهم مواهب قدرنا نراهن عليها احنا بديلة العشوائيات ومن هم المشاريع اللي اشتغلنا عليها شغال عليها اقصور الصقافة فترة مش من دروية تبقى لها فترة يعني محلنا اكتر من سنة شغالين عليها سدي نظمنا تمن رحلات لأهالي بديل مناطق بديل العشوائيات القابوء بتاعدها ارادة السيدة ومعن والخيالة والاصمرات عملنا تمن رحلات تمن رحلات برنامج مميز البرنامج ببعبارة عن شامل بما فيه بيعود في الطفل في خيمة الطفل بيدخل على خيمة جناح وزارة الدفاع جناح وزارة الداخلية اهم جناح كان بيدخل فيه لانه كان فيه تعاون مع جناح الهيئة القومية لمكافحة الفساد الرقابة الادارية عامين برنامج مميز جدا وكان الاطفال دايما موجودين فيه بياخدوا برنامج فيه شغالين فيه بالتعاون مع الهيئة ده عملنا تبع برنامج رحلات دايما كاملة بالاضافة لاجناح الازهر واجناح حلاب وشلاتين فحنا كنا ملعن برنامج سابط للفرقة للأطفال للتما رحلات اللي عملناها تقريبا كان كل رحلة تتراوح ما بين 30 ل 40 تفل حلوة طيب من ضمن كمان الحقيقة المشاركات المهمة هي مشاركة المبادرات ومن ضمن أهم المبادرات اللي جاء يعني ساهمت فيه زيارة المعرض لأول مرة هي مبادرة أهل مصر لو حديدت تكلمنا عن تفاصيل هذه الزيارة أهمية زيارة أصل المبادرات للمعرض لأولا هو مبادرة أهل مصر وكان الوزير وحنا نعمل اجتماعات التحضيرية مع الوزيرة احنا كنا نرتب لأهل مصر برنامج أهل مصر ده من أهم المشاريع دعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامج أهل مصر هو عبارة عن الملاطق الحدية ست محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والودي الجديد وأسوان ومطروح ست محافظات حدية كان من الصعب أنهم أو معروف إحنا لما عملنا اللو بدرة ولما عملنا الزيارة وجوم قاعدوا أول مرة يدخلوا يشوفوا المعرض فده كان من الصعب أنه هو تيجي من أسوان أو يجي من هنا كانوا بيحضروا المعرض فكانت من الصعب فأدي كانت من أنا بشكر معالي الوزيرة عليها على أن احنا الفكرة دي اشتغلنا عليها الأطفال الشباب كان عندنا 130 شاب 120 شاب وخير المشرفين دولي كانوا وصلين جداً بزيارة المعرض استفادوا جداً استفادوا جداً 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 وعملنا لقاء مفتوح مع معالي الوزيرة ومعاليها وجهت لهم يعني بدعم من عندنا من هيعة اعطناهم جزء من إصداراتنا وزعناهم على الشباب كنوالي مكتبة يبدأوا يشتغلوا عليها برضو عملنا له برنامج زي بتاع بديل الأسمرات نفس الزيارات ونفس الفرق الفنية اللي حضروها وحضروا نفس برضو نفس البرنامج الدفاع والدفلية والرقابة فكانوا الشباب كانوا متميزين ومبسوطين جداً 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 بزيارة واستفادوا منها جداً 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 طب خليني يعني أركز على جناح حلايب وشالاتين لأن في الحقيقة لفت انتباه عدد كبير جداً من الزوار إن هما كان ليهم يعني كان ليهم مكان مخصوص في معرض الكتاب وكان ليهم مش كتب بس لأ منتجاتهم كمان كلمنا عن الجناح ده تحديداً كان عامل الزيارة هو جناح حلايب وشالاتين ده هو جناح أساسي في المعرض ده بالتنسيق مع مجلس الوزراء طبعاً إحنا منجيب فرقة حلايب وشالاتين هناك ومنجيب مع الفرقة وإحنا منجيب مجيب مجموعة من الأهالي حلايب وشالاتين هما بيعملوا الرقم وهم رقم خاص بطبيعة أهالي حلايب وشالاتين وبثقافتهم وبيعرضوا ثقافتهم ومنتجاتهم وحتى أفكارهم حتى الرسومات بتاعتهم هو من أنجح المعارض لأن الناس عندنا هنا عايزين يعرفوا إيه الفكر اللي هناك إيه طبيعة الناس إيه الثقافة بتاعت حلايب وشالاتين وهم بتعرفوا على ثقافتنا فكان من أنجح البرامج بإضافة إلى فرقة حلايب الأساسية كتشغلة كشريك أساسي في معرض الكتاب وكانت مقيمة معنا طول فترة المعرض أستاذ عام الحقيقة أنه جناح قصور الثقافة كمان كان مشارك بالقوة في المعرض وكان من أكثر الأجنحة اللي شهدت إقبال جماهير الحية عايزة أعرف من حضرتك استعدادتكم لتجهيز هذا الجناح عدد الإصدارات وأنواع الإصدارات اللي كان موجود في هذا الجناح أستعداد حديثة في اللقاء كان في لجنة اشتغلت على النشر واشتغلت على المعرض بالذات وبالأخص مع الوزيرة يمكن الإقبال اللي كان الخمسة مليون وربعمة تمنية ودخلوا الخمسة مليون زائر كان عليهم جزء كبير جدا كان في هيئة قصور الثقافة للإصدارات والعنوين اللي احنا عملناها احنا حققنا إنجاز السنة دي بصراحة بالغ احنا بيعين حوالي بالزبط 92 ألف كتاب 150 بفارع السنة اللي فاتت فارق كبير جدا جدا أسعار قصور الثقافة هي من الأسعار الغير تنافسية يعني احنا عندنا أسعار بتبدأ من جنيه بحد أقصى 30 جنيه فأسعارنا غير تنافسية يعني ما فيش فيها تنافس يعني مع الجودة وجودة الخامة وجودة المندج يعني مش معنى السعر الخيص إن الخامة بتاعت الكتاب لا بالعكس خامة الكتاب عندنا كويس جدا الكتاب مدعوم كويس جدا وعليه دعم كويس وعليه شغل كويس بإضافة إلى سعر الكويس فهو السعر ده كان من أسباب إقبال الناس جدا كتير عليه احنا باعنا كتاب جدا فيه كان عندنا عنوية مميزة من اقتروها زي البخلاء البخلاء ده يمكن الإصدار بتاعه بخلال الجوحز خلص الألف نسخة في أربع تيام يعني في خلال أربع تيام بيعنا الألف نسخة الإصدار بتاعه كامل بالإضافة إلى مجموعة طاحسين احنا قلناها مجموعة طاحسين كانت مجموعة كاملة كان منها احنا كنا عملنا المجموعة الأولى في معرض القاهرة اللي فات السنة دي كان مننا باقية المجموعة كاملة فالحمد لله مجموعة طاحسين كانت عليها إقبال كبير جدا فيه مجموعة الزخائر من مستشرقون دخلنا منه فيه كذا الثلاث أجزاء ففيه الإصدارات العنوان بتاعتنا كانت مميزة في أعكيد إصدارات جديدة يعني أبرز هذه الإصدارات الجديدة أهم المؤلفين الشباب اللي رهنتوا عليها أبرز العنوين اللي لاقت يعني إقبال أو تفاعل من جمهور المعركة كان أكبر حاجة البخلاق أكثر حاجة منه خلال أربعة أيام ده البخلاق احنا عددنا سلاسل من الإصدارات سلاسل زي فيه سلاسل عملناها إعادة طب كانت نجحها أبا كده ونجحناها زي من سلام العزة للمركيز ده كان من أنجح الكتب اللي احنا عملناها البخلاق اللي جواحز الطق والحمامة كان فيه مجموعة كتيرة كلها كتب تراثية يعني ما فيهاش حاجة جديد ده فيه ده تراثية وفيه كتب فكره فيه فيه كتب تانية فكر كتير طاعة حسين كله احنا عملنا طاعة حسين عملنا فيه كتب عمناها للدكتور عملنا كتب كتيرة زي الدكتور زعيد المصري كان واخد جازة الشرقة عملناه طبعناه بتاع الأسار الشعبية عملنا فيه كتب كتير طلعناها من الهاية العام وخصوص خافة سواء فكرة أو تراثية عملنا إعادة الطبع هي اللي كانت الفكرة جديدة السنة دي اللي هي الكتب اللي كانت قديمة وعناها هذا الطبع دي لأن الكتب دي كانت نجحها فلقد نجح أكتر في المعرة لأن الكتب كانت مطلوبة أصلا طب يفندم هل لحظت الفئة العمرية اللي كانت بتزور جنح قصور الثقافة؟ الفئة العمرية عندنا طبعا هي تتفاوت الفئات كلها بس معظمها من الشباب معظمها من الشباب وكبار السنة يعني ده كان معظم إقبال المعرض من الشباب طب اللي عايز بعد كده يعني يشتري هذه الإصدارات بعد ما خلص المعرض إحنا عندنا الهالة عام أكسر السفافة ما لها منافس سبتة المنافس سبتة بتاعتنا في عمارات العريس عندنا منفز اللي الدائم للبيع تحت موجود في عمارات العريس 11 أ serge 95 شرع أمين سامي في الأصل العيني عندنا منفز في أصل ما صلح السامر في العجوزة عندنا منفز في رد الفارج في القاهرة دول بالنسبة للقيهرة عندنا منافس في المحافظات ببعض المحافظات في منافس في قصور الثقافة طبعا نكون هنا أو محافظات في المحافظات ده في بعض المحفظات مشكلة طبعا احنا بنأمل إن شاء الله بتوجيه من المعارض الزيرة وجهة إن احنا نعمل معرض دائم في كل الأصور الرئيسية في العواصم المحفظات هل بدأتهم في الاستعادة يفنم للنسخة القادمة من المعرض؟ إن شاء الله بإذن الله حنبدأ في الوقت القريب احنا لسا مقفلين المعرض إن شاء الله احنا بنعمل احنا عندنا فيه إدارة إدارة قياس الرأي احنا بندرس اللي حصل في المعرض بالضبط من سلبيات وإيجابيات هنبدأ نفرغ القصة دي على المرسد نبدأ نفرغ القصة إيه الإيجابيات والسلبيات ونبدأ نشتغل عليها اللجنة شغالة على الناشطة إن شاء الله هنبدأ نطلع على العلون ونبدأ نشتغل بس الأول هنشوف سلبياتنا إيه وإيجابياتنا إيه الإيجابيات حنقويها والسلبيات إن شاء الله هنبدأ نشتغل على إن احنا هنعليكها طب ما فيش مكان يقدر يجمع الفرق اللي انتو يراهنتوا عليها في المعرض والمواطنة المصري لو عايز يشوفهم في مكان واحد يلاقيهم يعني التراث الشعبي المصري من النوبة للساحل المحافظات الساحلية للصعيد كل ده شفناه في المعرب نشوفه تاني امتا؟ وما فاتنا عندنا حفلات في برامج سابتة على الأصور ومسالح بتاعين عندنا زي السامر شغال اسكندرية شغال في المحافظات شغال فيه برنامج سابت شهري بيبقى فيه الحاجات المتنوعدة بالإضافة إلى المهرجانات الكبيرة الحال ده نخلين إن شاء الله بإذن الله في شهر اثنين على مهرجان الأسوان للثقافة والفنون اللي بيجمع جميع أنواع الثقافة والفنون على مستوى العالم مش مصري بس في مصر وفي دول أجنبية مشاركة سواء الفن النوبي سواء الفن البرسعيدي الوادي جديد العريش مطروح الشرقية الفلاحي العصف في أسيوته في سهاجه يعني أنواع الفنون كلها تتلقى عندنا كل البدوي والفلاح والسعيدي والنوبي والساحيي طبعاً فيه مهرجانات بتجمع الفنون وقلوع الفنون زي الإسماعيلية برضو مهرجان الإسماعيلية فدعب يتلقى كمتلاق إنما إحنا لنا أنتشيطتنا المختلفة على مستوى الأصول شغالين فعلاً شغالين فيها ببرنامج ثابت طيب اللي حيز يعرف يا فندم برامج اللي بتقدمها قصور الثقافة عندنا الصفحة الرسمية اللي هي العمقصورة سخوة شغالة من نزل برنامج الثابت بتاعنا شغال موجود على الصفحة الرسمية موجود موجود إن شاء الله إن شاء الله وفيك تفاعل كتير على الصفحة فإحنا موجودين وموجودين بقوة إن شاء الله وإن شاء الله بنأمل أن نحن نوصل للأفضل أفضل بكتير دي يعني اللي عايز يذهب لقصور الثقافة في أي عاصمة من عواصم المحافظات بالتأكيد عنوانها معروف فيها منفذ لبيع الكتب اللي كانت في معرض الكتاب وفيها أيضاً حفلات بتقدم زي ما كانت في معرض الكتاب بنشكره أستاذ عمر البسيوني رئيس هاية قصور الثقافة على هذا الإجاز وهذا التوضيح حول ما تم في معرض الكتاب شكراً يا فندم وكل سلام حركة شكراً لحضرتك